اتنين في اطار برضو ان الدنيا النهاردة هادية والموضوع هصه هصه محدش بيتكلم في حاجة قصة محمد عبد المنعم وعمر السلية اتقفلت وقتلت بحسن امبارح والردود برضو اللي احنا قلناها واللي اتقالت امبارح بالليل اعتقد يعني خلت الناس سكتت بعد ما الناس حابت تعمل مشكلة للسلية تعمل مشكلة لمحمد عبد المنعم امبارح منعم على فكرة عمل حاجة جميلة جدا لان انا اقولت امبارح في الحلقة هو اللي كتبه منعم انا قلت لحضراتكم منعم تعرض لكادمة قوية جدا في الفغد اسفل يعني الحتة اللي هي اللي عنده اسفل البطن واسفل عدلات البطن وشعر ان في حاجة فالرجل بيبص فما كانش بيحتفل و بعدنا هيحتفل كده مع مين او هيغز مين الملعب كله سبعين الف من المشجعي الاهلي بصوا مبارح عبد المنعم كتب ايه ستورة على الانستجرام اولا الحمد لله على مكسب مبارح ويا رب تكمل على خير ونسعد اعظم جمهور في الكون ثانيا الصورة اللي علق عليها اصحاب النواية السيئة بعد المطش وفسروها بشكل غلط انا تعرضت لكدمة قوية اسفل عدلات البطن وشعرت انه حصل جلط للجلد اللي هو يعني التجمع الدمه او السحاجات او الكدمات القوية وفيه دم بينزف وفعلا ده حصل وعمل على فكرة مبارح سونار وبشكل تلقائي ونتيجة لشعوري بألام تصرفت ولم اتوجه بتصرفي ده ناحية اي حد في الاستاد يعني انا تصرفت بشكل بشر مع نفسي بتطمن على نفسي ما قلتش بعمل ده قدام اي حد في الاستاد او بشاور لحد في الاستاد وعلى فكرة الدكتور احمد جاب الله اللي هو رئيس الجهاز الطبي في النادي الاهلي شاهد على كل اللي انا بقوله وعملت اشاعة عليها بعد المباراة وكمان الكابتن خالد بيبو مدير الكورة على علم من الاشاعة اللي عملتها ياريت الناس تطقي ربنا انا راجل متربي وما ينفعش اعمل غلط بالشكل ده وده اللي انا برضو قلته امبارح ليه قلت يا جماعة امبارح محمد عبد المنعم هل في لقطة فيتش هو بيحتفل بالشكل ده لا القصة ايه صورة طلقت طب انت ممكن تحكم على تصرف حد بصورة لأ طبعا لان الصورة بتتخذ في لحظة في جزء من الثانية لكن احتفال منعم رحل الجمهور احتفل مع الجمهور رجع وهو راجع حس ان فيه قلم بيتطمل على نفسه ممكن انت تشوفها زي ما انت شرحت يعني او ما عملش الوصف اللي حضرتكم خدته فيه او بتشرحوا عليه الربط اللي انتو عملتوه ده ما كانش صح ولو كنتو استنيتو وسألتو كان هيتقالكو نفس الرد لان احنا بعد المباراة برضو استنينا وسألنا وجانا نفس الرد اللي قالوا منعم فكان ليه لازم ايه لازمته اللي اتقال ده بس عشان الاهلي كسب مازنبي عشان الاهلي كسب مازنبي بالتلاتة وصل دوري الابطال عمل رقم قياسي اللي بيزعل الناس كتيرا اول ما تقوله خمسة نهايات على التوالي يقولك ايه عمل الارقام دي بيزعله ما عرفش ليه بيزعله يا سيدي خليك مع فريق وخليك في نفسك انت ايه اللي بيزعلك ايه اللي بيضايقك ما لما وصل فاينل وانت توصل فاينل ونهائي ممكن يكون سوبر افريقي بنكهة مصرية ده حاجة كويسة جدا انت ايه اللي يزعلك وبعدين 11 بطولة دوري ابطال بطولة هتزيد الحمد لله هتبقى كويسة 12 انا خسرتها لقدر الله وانت كسبت بطولة تاني هتقرب مني انت محتاج لسه مش قال من 10-20 سنة عشان تقرب من الارقام عندي لازمتها ايه 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 فايدتها نفس الامر على عمر السلية كلام برضو تقال كتير غلط فيه لايحة في النادي تصرف ممكن ما يكونش لايق هتطبق اللايحة والاهل ممكن يعلن على فكرة وسبق قبل كده الاهل اعلن حاجات كتيرة زي دي في حالات زي دي كمان ولكن انا قلت لك امبارح السلية ممكن من تصرفه زعلن من نفسه مصر انت دخلت في نيته ما انت برضو بتتعامل مع العيب بيلعب كورة مش بيلعب بلايستيشن دول مش مش قلات يا جماعة دول بن قدمين بيبع عنده احساس عايز يلعب كويس عايز ينزل حسين الشحات زعلان عايز يلعب لكن في النهاية في جو عام الناس كلها امبارح بعد المطش ما خلص او اول امبارح كله فرحان وكله خلاص صعيب بتاعه لان المصلحة الجماعية هي الاساس الفريف النهاية مش النجم الفريف النادي الاه والفريكة كل كل واحد نفسه يلعب كل واحد نفسه يؤدي احسن اداء لكن الاعلام ايه اللي دوره يقدمه المحلل الرياضي اللي بيفهم كورة بجد ايه اللي دوره يقدمه يتكلم في التاكتك كورة عمل ايه غير ازاي لكن من بعد المطش الغيرت النهاردة بنتكلم في حاجات ملاش علاقة بالكورة هري معتاد زي كل مرة مجرد ما الاهل يكسب وتيجي تشوف على الجانب الاخر فيه مشاكل كتيرة وفيه قرارات اتأخر كتير وفيه عقوبات لسه في الدرجة ما طلعتش ولا حد بيفتح بقه وكل ما تزوده في الكلام كل ما الاهل ربنا بيكرمه كل ما الاهل ربنا بيكرمه طيب ده جانب تاني